موسيقى أنتم على خناة الأولى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرزي العنوين موسيقى الإعلان عن تحديد الأسبوع المقبل لانطلاق مشاورات رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الفائزة في انتخابات ثامن شتنبر موسيقى انخلط كبير للشباب بمختلف فئاته العمرية في الحملة الوطنية للتلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية موسيقى منتجع تيغدوين سحر فضاء تمنحه طبيعة خلابة بين جبال الأطلس الكبير والحقول يغري بالزيارة للبحثين عن الاستجمام والهدوء موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد لقي سائقان مغربيان مصرعهما بالرصاص من ترفي عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح ونجى سائق رابع داخل التراب المالي تم نقله لأحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاجات الأولية ولا تدعو حالته للقلق وقد وقع الحادث على مستوى بلدة ديديني على بعد 300 من العاصمة المالية باماكو عندما اعترض السائقين مجموعة مسلحة من عدة أفراد كانت مختبئة بين الأشجار على جنبات الطريق وإثر هذا الحادث فتح تحقيق من ترف السلطات المالية لمعرفة ملبسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي الوقت الراهن فإن جثتي الضحيتين في طريقها إلى باماكو انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بناء على ما أفرزته صناديق الاقتراع معطى ينبني على مؤشرات عديدة ويحتمل سيناريوها تعتمد على مقاربات تجعل من الانسجام والتضامن وفعالية الأداء الحكومي مبررا لها بالإضافة إلى ضرورة ضمان معارضة قوية قادرة على مراقبة عملي الحكومة نوال جورري ويوسف شرقي فوز ثم تكليف رئيس الحكومة المعين عزيز أخلوش الثالث والعشرون في ترتيب رؤساء الحكومات في تاريخ المغرب مقبل على خوض هذه التجربة بسلطات تنظيمية وإدارية واسعة كما منحها له دستور 2011 عزيز أخلوش يتطلع لتشكيل حكومة قوية متضامنة ومنسجمة إنه انتصار هذه التقاء المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة واللي احنا وعيين بأن العاطق دينا لأنه كين انتظارات وكين ديال صاحب جل الله وكذلك ديال المواطنين اللي غادي ناخدوها يعني عن العنق دينا إن شاء الله ونحاول نقومه بالواجب غادي نبدأ بجداء من الآن في فتح تشاورات مع الأحزاب اللي يمكن لنا أن توفقوا معها إن شاء الله في المستقبل المهم أنه تكون أغلبية منسجمة متمسكة يعني لها برامج اللي هي متقاربة سلوك الكتلة الناخبة اختار التغيير تغيير نوعي قاد حزب التجمع الوطني للأحرار لصدارة النتائج وهو اليوم أمام رهان إنجاح المشاورات مع شركاء سياسيين بصموا بدورهم المشهد السياسي لما بعد اقتراع ثامن شتنبر والبحث عن التحالفات عنوان المرحلة القادمة المنطقة الأقرب إلى الصواب هو أن يكون الأمر متكونا من أربعة أحزاب أولى وهي الاتحاد الاشتراكي حزب الاستقلال وحزب الأصرة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وهذا الأمر ربما قد يسهل بشكل كبير تشكيل التحالف الحكومي ولكن هذا يمر أولا من خلال نوعا ما القضاء على سحابة الصيف التي تخيم على العلاقات بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصرة والمعاصرة عين المراقبين ترى بكثير من التمحيص أن سيناريو ولوج الأصرة والمعاصرة للحكومة المقبلة سيفقد المعارضة كما حددها الفصل العاشر من دستور المملكة يفقدها ذلك الزخم والقوة الاقتراحية في مراقبة ومساءلة الفعل الحكومي وهنا تنتصب المقاربة البرامجية تقارب الموجود ما بين البرامج الانتخابية لشغل عليها ثلاثة ديال الأحزاب الحزب ديال تجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية التي بالمناسبة تجمعه مع حزب تجمع الوطني للأحرار شاركة استراتيجية ممكن تؤسس قاعدة مرجعية لفعالية أكثر للأغلبية الحكومية ثلاثة ديال الأحزاب سيناريو أمكن من ناحية الانسجام ومن ناحية ديال النجاعة في تركيب العلاقات ما بين الأحزاب داخل الفعل العمومي ونجح تدبير الفعل العمومي خيار لا محيد عنه خاصة وأن المغرب الذي لم يخلف موعده مع التاريخ ونظم استحقاقا بحجم انتخابات عامة في ظل تحديات كبرى مقبل في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع مهيكلة ستغير ملامح المغرب المعاصر على مدى العقود القادمة للحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة من مراكش مع سيد محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القادعيات سيدي بعد التحية صاحب الجلالة عينة رئيس التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة في احترام تام لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن التعيين يكون من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب ومهما يعكس تشبت بلادنا هو عفوا ما يعكس تشبت بلادنا بالاختيار والمنهجية الديمقراطية ليس كذلك أستاذ نعم هذا أكيد بأن المنطق القانوني قد تم احترامه على اعتبار أن حزب تجمع الوطني للأحرار هو من تصدر انتخابات من يشوتنبير 2021 تشريعية لأن الفصل 47 من دستور 2011 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها وهذا كذلك يتماشى مع المرتكز الأساسي لنظام الدستوري والسياسي المغربي على اعتبار أن الفصل الأول من دستور 2011 ينص على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية وأكيد أن الملكية البرلمانية تتأسس من خلال كون الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب بمعنى أن الحكومة تنبطق من الأغلبية البرلمانية وهذا مرتكز أساسي من مرتكز الأنظمة البرلمانية يبقى بطبيعة الحال تعيين رئيس الحكومة ليس تعيينا تقنيا أي عدديا بل إن التعيين له دلالات وله حمولات سياسية وهذه الدلالات والحمولات السياسية تتأسس من خلال إيديولوجيا أو للمرجعية الخلفية التي يتشبع بها كل حزب وأكيد بأن القواني الأساسية للأحزاب وأنظمتها الداخلية تشير إلى هذه المرجعية الإيديولوجية وكذلك كل حزب كان مسؤولا وعندما قدم مرشحيه في انتخابات شريعية لـ 28 تنبر 2021 فإن هذه الترشيحات قدمت على أساس البرنامج السياسي للحزب هذا البرنامج الذي شكل تعاقدا ما بين المرشحين والهيئة الناخبة وهذا التعاقد هو تعاقد سياسي بطبيعة الحال يبقى مرتبطا بالمرحلة الموالية لأن هناك تعيين لرئيس الحكومة من طرف الملك على أساس صدارة مجلس النواب لكن أكيد بأن رئيس الحكومة المعين سيدخل في مشاورات وتتطور إلى مفاوضات وهذه المشاورات والمفاوضات قد تسفر عن اتلاف حكومي من خلال النصاب القانوني الذي يجب أن تتوفر عليه الأغلبية العددية وهو الأغلبية المطلقة لـ 395 عضوا وهي 198 وبطبيعة الحال بعد التعيين تأتي والتفاهم والاتفاق بين الأحزاب المعنية على تشكيل تحالف حكومي ستأتي مرحلة التنصيب طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور على اعتبار أن مجلس النواب هو من ينصب الحكومة من خلال منحها اتقى على أساس البرنامج الحكومي الذي سيتقدم به رئيس الحكومة من خلال الائتلاف الذي سيصل إليه في نهاية المطاف نعم إذن في هذا الصدد بعدما اتضحت ملامح الخريطة السياسية ما هي سيناريوهات التحالفات الممكنة خاصة وأن رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوج عقب التكليف بتشكيل الحكومة أعلن أنه مستعد للعمل مع كل الأحزاب التي تتقاطع مع حذب تجمع الوطني للأحرار المبادئ والرؤى والبرامج هذا هو المنطق الصحيح والمنطق الدستوري على اعتبار أن العمل البرلماني والعمل الحكومي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك تجانسا وتفاهما ما بين الأغلبية والمعارضة أكيد أن المعارضة لها حقوقها الدستورية التي من خلالها تمارس دورا أساسيا في مراقبة العمل الحكومي والأغلبية تقوم بالعمل والاشتغال من خلال المصادقة على مختلف المبادرات والمشاريع التي تتقدم بها الحكومة إذا فهذا الطرح وما طرحه السيد رئيس الحكومة المعين هو المنطق الإيجابي وهو المنطق الصحيح بأن العمل والاشتغال لا يمكن إلا أن يكون مع الجميع حتى ولم يكن هناك تفاهم أو توافق على بعض النقاط على اعتبار أن الأغلبية يجب أن تلعب أدوارها كما هي في الدستور والمعارضة كذلك يجب أن تلعب أدوارها كما هو في الدستور يبقى هنا يجب أن نميز هناك أحزاب ترى بأن الفرصة فرصتها لكي تشارك في هذه التجربة الحكومية على اعتبار أن هذه التجربة ستمكنها من العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا خصوصا وهناك فرصة تنفيذ النموذج التنموي الجديد وكذلك برامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج الأساسية أنا أقول بأن التشكيل الحكومي المقبلة ربما ستكون محظوظة من هذه النحية على الأقل هناك حد أدنى لأرضية العمل والاشتغال تم تحديدها وتم العمل عليها بمعنى أن ما على التشكيل الحكومي المقبلة إلا أن تستطمر وتستغل هذا التراكم الذي تحقق من خلال مختلف هذه المبادرات التنموية الأساسية والاستراتيجية والتي على فكرة شارك فيها الجميع التقرير العام للنموذج التنموي شارك فيه كل المغاربة كل مكونات الشعب المغربي كل الأطياف السياسية والجمعوية والتقنية والخبراتية كلها شاركت بمعنى أن هذا التقرير هو من أفراد الشعب وإلى أفراد الشعب وبالتالي فالحكومة أكيد من دون شك إذا استطاعت أن تجد المصفوفات أو إذا استطاعت أن تجد القواعد الأساسية للعمل والاشتغال على التنفيذ الصحيح لمختلف هذه الأفكار وهذه التصورات أعتقد بأنه لن يكون هناك مشاكل كبيرة أكيد بأن كل طرف يجب أن يلعب أدواره الأساسية المعارضة يجب أن تراقب الأغلبية يجب أن تحرس على التجانس وتحرس على التناغم والتناسق فيما بينها حتى تتحقق الفعالية والنجاة أعتقد بأنه من خلال هذه الأرضية يمكن أن نتحدث عن ثلاث أو أربع سيناريوهات للإتلاف الحكومي الجديد يمكن أن نتحدث في المستوى الأول إذا لم نستحضر بعض الاعتبارات أن لا حزب الاستقلال ولا حزب الأصالة والمعاصرة عبر عن رغبتهما في المشاركة في هذه الحكومة بطبيعة الحالة المسألة تحتاج إلى مفاوضات وتحتاج إلى أن كل طرف يحاول أن يحصل على مراكز متقدمة كميا ونوعيا على مستوى الحصة الحكومية ولكن إذا لم يحصل هناك تفاهم بين هذه الأطراف الأستاذ محمد الغالي الفكرة واضحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضعيات شكرا على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة مراكش إذن أفرزت انتخابات ثامن شتنبر بالمملكة خارطة سياسية جديدة كان للناخبين المغاربة الذين صوتوا بكثافة الدور الفعال في بلورتها كما كان للشباب دور فعال في إنجاح هذه العملية الانتخابية الهامة في تاريخ المملكة التفاصيل في روبرتاج أمين هنوي وسوفيان الإبراهيم نتائج انتخابات ثامن شتنبر أفرزت خارطة سياسية جديدة وأبانت عن دور الناخبين المغاربة في رسم معالم المرحلة السياسية القادمة بكل يعين ومسؤولية ورغبة في التغيير نحو الأفضل كما ساهمت البرامج الحزبية في تحديد اختيارات الناخبين وترسيخ قناعتهم في المجالس والهيئات المنتخبة كان من المتوقع أن الحزب التجمع الوطن الأحرار أنه يدير يكتسح الانتخابات البرامج الانتخابي الأحرار كان غني بالحواج التي تنتظرها في المغاربة الحزب اللي تصدر تعطيب هذه الانتخابات هو الصراحة مادس ومقاربة الشركية ميدانية ونتمنوا أن تلك الانتظارات اللي من خلالها قاموا بصياغة البرامج ديالهم كنتمنوا أن تلك الانتظارات تطبقوا التفاعل نتمنوا هذه الحكومة اللي ستكون اللي ستعين في رئيس الحكومة كأول حزب اللي تصدر الاستحقاقات نتمنوا أن يحقق الوعود والبرامج اللي يقدمها المواطنين على المغاربة كما كان للشباب المغربي دور فعال في إنجاح العملية الانتخابية والرفع من نسب المشاركة في استحقاقات تامين شتنبر لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات المطروحة المواطنين حس بأنه جاء لوقت أنه يغير واحد المتخاب والواحد الناس اللي تععوا فيهم وقال علاش أننا ما نبدلوش ونشوفو هاد الناس اللي أنا وحد برامج نشي خابية كنشوفوهم بزيانة الشباب ولا واعي خصوصا عندما كانت تواصل الاجتماعي يعطاشوا واحد الرسائل قوية للشباب الشباب جاد دور دياله أنه باش يعطي الكلمة دياله باش أنه يوصل الصوت دياله مشاركة الشباب راها كانت مشاركة فعالة والإخلاتنا كان نحسوا وكان نثيقوا أن المجتمع المغربي الشاب واعي سياسيا بواقع المجتمع المغربي وإحنا في الحاملات الانتخابية كنا نشوفو تحركات ديال الشباب كيفاش كيتحركوا وفي الحقيقة تحركوا بطريقة دكية وعطونا نتيجة اللي وقلة كانت منتظرة بالنسبة لعامة الشعب وعامة الناس انتخابات كانت محط إشادة دولية وعربية لترسيخ الخيار الديمقراطي للمملكة ومواصل سمسلسل تنمية الاقتصادية والاجتماعية بانخراط جميع مكونات الشعب المغربي وبخصوص الحالة الوبائية ببلادنا تم أمس تسجيل 3113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3716 حالة شفاء و52 حالة وفاة وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى 19.939.305 أشخاص فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 16.428.305 أشخاص الحملة الوطنية للتلقيح متواصلة في ظروف جيدة والشباب منخرط في هذه العملية بوعي ومسؤولية قصد بلوغ المناعة الجماعية تنظيم محكم وموارد بشرية مؤهلة ولقاح سهر المغرب على توفيره التفاصيل مع زينة إتلامين مدارس وملاعب رياضية ودور الثقافة استعارت لبوس المستوصفات لحين انصرام أيام هذه الجائحة بعد الفئة الأكبر سنا وهشاشة أتى الدور على الشباب الذين انخرطوا في هذه العملية بأعداد مهمة فالموسم الدراسي على الأبواب قررت باش ناخد اللقاح ديالي باش خصوصا احنا مقبليين على موسم دراسي ديال هذا العام هذا وبغينا ندخله بشكل طبيعي ومن أحسن ناخد اللقاح ديالنا باش نكونوا أكثر طمئنان ونحميوا راسنا ونحميوا الناس اللي معانا وصلت الثاني للتلقيح ديال فيروس كورونا جيتا نستفد من عملية ديال التلقيح باش نحمي راسي ونحمي العائلة ديالي ونحمي الأصدقاء ديالي في مراكز التلقيح تنظيم محكم وسالس يضمن كل شروط تفادي العدوى الشباب شريحة هامة من ساكنة المغرب الشباب معنيين بالأمر كثير من الفئة الأخرى لأن الشباب هي الفئة التي تتحرك والتي يمكنها هي تنقل العدوى بشكل أسهل في انسجام تام وتعاون تتآذر الأطر الصحية والتربوية لسهر على عملية يراهن عليها المغرب للخروج من نفق حشرتنا فيه الجائحة كإقبال كبير على هذه العملية كانت لقاءة تواصلية لطمأنة الآباء والتجاوب معهم ومع أسئلتهم من طرف الأطر الصحية حول العملية والأهدف ديالها كما تعرفوا بأنه الهدف الأساسي هي خطوة أساسية نحو تحقيق مناعة جماعية وتحسين بلادنا من هذا الوباء ولكن أيضا ستسمحوا هذه العملية من انطلاق الموسم الدراسي إن شاء الله في ظروف جيدة للمغرب باع في مجال التلقيح لطالما خادت تجارب مهمة للقضاء على أمراض كانت تفتك بالأطفال والأمهات تستمر جهوده في زمن جائحة لتلقيح ساكنته لاستئناف الحياة الطبيعية وللحديث أكثر عن أهمية انخراط الشباب في عملية التطعيم نربط الاتصال بالسيد مصطفى حيدا رئيس مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس إذن تلقيح الفئات الشابة وكذا بقي الفئات الأخرى تعرف في بلدنا توسعا كبيرا وجميع الإمكانيات تم تسخيرها حتى يتمكن المواطنون لتلقي اللقاح وهم وعون بضرورة إنجاح الحمل الوطني للتلقيح التي تعتبر استبيل الأنجع لتجاوز الأزمة الصحية كيف تقيمون سيرة العملية أستاذ حيدا؟ أولا شكرا على الاستضافة للحديث على هذا الموضوع المهم وهو تلقيح هذه الشريحة من الشباب الأطفال من 12 إلى 17 عام الإضافة إلى الشرائح أخرى لكي نفهموا أهمية هذه العملية تلقيح نرجع لحالة الوبائية والمعطيات المحيينة لأن أي بالنسبة للخبراء وبالنسبة للسلطات الصحية في أي بلاد كنت تبني القارات لها عن مجموعة المعطيات والمعطيات تتغير من وقت لوقت من يمكن أن تتكلموا على تلقيح هذه الشريحة إذا ذكرناها من قبل في الموجة الأولى لم نكن نتصوره لم نكن نهضره على هذه الشريحة لأنها لم تكن تقاس لم تكن ديش حالة خطيرة وبما أن الحالة الوبائية تغيرت بسبب ظهور هذه المتحورات والطفل حتى هو يتقاس وينقل العدوى وبحسب الحساب الرياضي كل ما تزد العدد الذي يتقاسه لأن هذا المتحور ينتشر بشكل كبير فحتى الأطفال يتقاسه وحتى هم ينقلوا العدوى والحالة الخاطرة سنرى صفوفهم وهذا الشي جاء على أبواب دخول المدرسين هذا الشي كله بالإضافة إلى الاعتماد على المعطيات العلمية والأبحاث اللي بينات بأن من كان قارنوا الإيجابيات والسلبية التي تلقيح في مواجهة الوباء كان لقاونا الإيجابيات كثيرة لذلك القرار تخذ ونحن كأطيب أطفال لدينا تجربة في تلقيح كما أشهر الروبورتاج في مكافحات مجموعة الأمراض أنه يبقى وسيلة مهمة لأننا نصحوا لكي نتبعوا هذه التلقيحات ربما وش نقولوا باش نوصلوا للمناعة الجماعاتية اللي شوية اللي كتبان صعيبة ولكن هو سباق ضد الفيروس كل ما حاولنا ننقح الأغلبية ديال ديال الساكنة كان نقصوا من حضود ظهور ديال المتحورات هو اللي كيخلق إشكال الخباراء والأطباء والأهمية تلقيح لها الشريحة بشكل عام تلقيح إيجابيته كثير كثير بنسبة دون النساء الوسائل الأخرى اللي خصنا لم يخصنا أن نغفلوا عليها في هذه الظروف لأن المواطنين يشوفوا بأن أستاذ أحد المغرب ينوع اللقاحات ويعزز مخزون تطعيم المواطنين وخاصة الشباب والفئة العمرية ما بين 12 و 17 سنة ما الذي يمثله تطعيم الناشئة في ربح معركة التصدي لوباء كورونا أولا نحن محدودين الحمد لله بفضل السياسة لساحب الجلالة والذي كانت توفره على مجموعة الأنواع التي تلقيح للعرض لتنويع العرض لباكسا وخاء الإجابة لفكاسة لهم الفعالية لهم تتقارب ولكن نوع نعطي الحضود لكي نوصل إلى المناعة المبتغل وهذا الشريحة كما قلت الأهمية التي تلقيح لها جيفة الإطار لمواجهة الجائحة على أبواب دخول مدرسي من أجل دخول مدرسي آمن كل مكان العدد كبير الذي تلقحه كالنقص من حالة الخطيرة ومن الوفايات وربما سنواجه هذه الجائحة بشكل نهاء إن شاء الله سيد مصطفى حيدة رئيس مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي الحسن أثاني بفاس وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بنفس المدينة شكرا لك على كل هذه التوضيحات وباء كوفيد 19 بلغ أكثر من 225 مليون إصابة عبر العالم ومع الانتشار السريع للمتحور دلتا تسجل العديد من الدول أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات ومنها روسيا التي سجلت حوالي 19 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة عبدالوها بالكاراتي يوصل وباء كوفيد 19 انتشاره عبر العالم ليبلغ عدد الإصابات أكثر من 225 مليون إصابة والوفيات أزيد من 4 ملايين و600 ألف وفات روسيا من الدول التي سجلت أمس أرقام قياسية في الإصابات والوفيات حيث سجلت حوالي 19 ألف إصابة وقراب 800 وفات ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى أكثر من 7 ملايين إصابة وحوالي 192 ألف حالة وفات وتحتل روسيا البركز الخامس عالميا في عدد الإصابات بعد بريطانيا وسادس عالميا في عدد الوفيات بعد البيرو وسجلت إيطاليا حوالي 130 ألف وفات مرتبطة بكوفيد 19 منذ ظهور الوباء وهو الثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم ولا زالت الولايات المتحدة تحتل صدارة قائمة الإصابات والوفيات بأزيد من 41 مليون إصابة و677 ألف حالة وفات متبوعة بالهند ب33 مليون إصابة و442 ألف وفات وفي المركز الثالث البرازيل بحوالي 21 مليون إصابة و586 ألف وفات تتوقع المديريات العامة للأرساد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي هبوب رياح قوية تتراوح وسرعتها ما بين 50 و75 كيلومتر في الساعة غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء بكل من الحسيمة بن سليمان برشيد الدار البيضاء شفشاون شيشاوا دريوش الحاجب الفقيه بن صالح الخميسات خريبقة مديونة مكناس المحمدية مولاي عقوب نواصر وزان الرباط رحمنا سالة سفروس تات سيدي قاصم سيدي سليمان سخيرة تمارا تونات تازا واليوسفية هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بزوابع رملية ويوم الثلاثة القادم ستتراوح سرعة الرياح ما بين 50 و70 كيلومتر في الساعة بالشمال الغربي والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية في القطاع السياحي مؤهلات طبيعية تجعل من إقليم الحاؤز قبلة متميزة لعشاق السياحة الجبلية جماعة تغدوين ضواحي مراكش بينابعها المائية وخاصة عين الوافيدات الخصائص المعدنية والفوائد الصحية تعد في هذه الفترة ملاذ الأسر المراكشية والسياح الباحثين عن الانتعاش والهدوء روبرتاج سمية بالعيشي ومحمد حسن بسكور بهذه البقعة المبهرة من صفوح الأطلس الكبير يهمس الخرير في آذان الوافدين مخبرا بأن المياه سيدة المكان مياه تهديها بطون الجبال للراغبين في ارتواء من عطش أو للباحثين عن الفوائد الصحية للمياه المعدنية المأدق أولا المأدق تاني أنت يقولك أنه بزاف الميزات والنزايا وبزاف الفوائد كثير فيه سبحان الله العظيم نصحونا الناس بأن هذا المال نافع وصالح للدت الإنسان وليوم تحت لنا الفرصة وجينا هنا وضقنا ورقنا بأن مدق متميز الحمد لله مياه العين التي تستغل كذلك في مسابح المنتجة تضفي على الاستجمام طابعا خاصا فإلى جانب برودتها وصفائها تساهم في علاج بعض الأمراض الجلدية تغدوين تنتز بالمياه العدبة والمياه التي صحية لدت الأمراض يعني عيوننا التي تدوي الأمراض الجلدية وكذلك الأمراض الداخلية مثل الأمراض المعدة وحصها الكليتين ولأن لمساءات وليالي تغدوين سحر خاص ورطوبة تنسي الزائر قيد نهارات الصيف الحارة يوفر المنتجع غرثا وشققا للراغبين في المبيت الغراف كان الناس والحمد لله وكان الناس طيبين مزيانين وتنتظروا إن شاء الله رحما رحيم تزوروا هذه المنطقة الخلبة ما شاء الله بعض المنطقة التي تجلب السياحة الداخلية والناس التي تتهيئ لهم الأطباق التواجن وما لدى من أطباق محلية وخصوصا من المنتجات المحلية وتغدوين هي أيضا فضاء مناسب لتضوق أطباق تستعمل فيها اللحم والخضروات المحلية وبذلك تكتمل الشروط الصحية لمقام متميز بين أحضان الطابعة الجبالية ونفتح الصفحة الرياضية بلقطات في كرة القدم من منافسة الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية وفوز كل من حسنية أجدير على سريع وضم وشباب المحمدية على الفتح الرياضي أبلحق بهات مباشرة مع انطلاق المقابلة لم يتردد فريق شباب المحمدية لم يتردد في استغلال غفلات البداية والبحثيين هدف السبق ليفتح بالفعل بسرعة باب تشييل في لقاه الأول أمام فريق الفتح الرياضي برسم جولة الأولى من البطولة الوطنية احترافية لكرة القدم والمقاع اللاعب كما القرع بعد تلقيه كرة ممتازة من اللاعب التوفيق الصفصافي اللاعب السابق للمغرب تيتواني وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاق المقابلة وبعد خمس دقائق من بداية الشو التاني يضيف فريق شباب المحمدية الهدف التاني وطت اللاعب محمد بولكتوت الذي قاد هجوما قويا وختموا بهدف تاني في شباك الحارس محمد أبزيف لينتهى هذا اللقاء الذي قادوا محمد نحيح بفوز فريق شباب محمدية على فتح الرياضي بهدفين لسفر شوية كانت عندنا بعد تخوف من المباراة ولكن اللعب اللي لعبوه وحملوا القميس اليوم كانوا في المستوى المطلوب وكنتظن أن الانتصار كان مستحق وبملعب أدرير بأقدير أدر الحكم عديل زراق لقاء فريق الحسنية ضد سريع واتزم الذي سامد طويلا حتى أشك الشوط الأول على نهايته بحوالي خمس دقائق لوقع اللاعب أيوب الملوكي هدفا جميلا لفريق الحسنية وذلك بعد تلقيه كرة ممتازة من اللاعب يسين دهبي الحمد لله شجنا هدف قدرنا نحافظه له رغم صعوبة المهمة الحمد لله بداية خساك أن تكون بحالة كنت الحمد لله أشكر على هذه الثلاثة نقاط هذا الفوز وإن جاء بصعوبة بلغة بهذا الهدف الرائع فهو مهم للغاية بحصد ثلاثة نقاط ثمينة خاصة في غفلة البداية وذلك انتظار انطلاق أقوى مع مور الدورات وتولي المنافسة إلى التذكير بالعنوين الإعلان عن تحديد الأسبوع المقبل لانطلاق مشاورات رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الفائزة في انتخابات ثامن شتنبير انخراط كبير للشباب بمختلف فئاته العمرية في الحملة الوطنية للتلقيح قصد بلوغ المناعة الجماعية منتجع تغدوين سحر فضاء تمنحه طبيعة خلابة بين جبال الأطلس الكبير والحقول يغري بالزيارة للباحثين عن الاستجمام والهدوء شكرا لكم على المتابعة وطابت أوقاتكم بكل خير شكرا لكم على المتابعة